كرم الرئيس عبدالفتح السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر لعام 1973 ممن حققوا إنجازات وبطولات على أرض المعركة وأعرب الرئيس السيسي خلال تكريم أبطال أكتوبر عن شكره لتضحياتهم التي يقدرها كل مصري والمكرمون هم ألواء أركان حرب محمد نبيه أحمد رئيس شعبة العمليات بالجيش الثالث الميداني بردبة عميد أركان حرب أثناء حرب أكتوبر حيث لعب دورا في إعداد الخطط وتأمين المعابر ورؤوس كباري بنطاق الجيش الثالث الميداني واللواء أركان حرب محمود محمد محمود قائد لواء 45 متفعية متوسطة أثناء حرب أكتوبر حيث شارك في التمهيد الناري أثناء الحرب وقام بمعاونة أعمال قتال لواء الثالث المدرع